بسم الله الرحمن الرحيم الاتحاد الوطن الحر حزب وسطي معتدل متمسك بالهوية العربية الإسلامية لبلادنا وعنده رؤية شامنا لمستقبل تونس نابعة من التزامنا والتزام سيد سليم الرياحي رئيس الحزب بالمبادئ السامية اللي أقرها الدستور الجديد وخاصة ضمان العدالة الاجتماعية اللي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعدت بتحقيقها وفشلت ثورتنا ثورة شباب هذيك عليش نرى من الضروري المراهنة على شباب متأكدين أنه نجم يقود لبلاد المصاف البلدان المتقدمة خاصة وأنه عندنا مثال بائس الحزب شاب ناجح في مجال الأعمال الاتحاد الوطن الحر برئاسة السيد سليم الرياحي وكل طاقات الحزب في خدمة تونس وفي خدمة الشعب التونسي إنما نحتمون ثقتكم نتعهد للشعب التونسي أولا باشتثاث الإرهاب من جذوره في ظرف ستة أشهر بالاعتماد على سياسة الأمن الشامل وتكريس منظومة الأمن الجمهوري وتوفير جميع الإمكانيات والدعم بفضل تصويتكم للاتحاد الوطن الحر نتعهد بتركيز مشاريع كبرى لكل ولاية تتميشى وخصوصيتها تمتص نسبة هامة من البطالة وتحقق التوازن بين الجهات وخاصة الجهات الداخلية اللي عانت من التهميش والإقصاء نعتمد بالاتحاد الوطن الحر مقاربة تنموية شاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والبيئية برنامجنا يعتمد على تأهيل القطاع الصحي والعمومي وأعطاء أهمية بلغة للقطاع الفلاحي ومن أوكد اهتماماتنا مجال الطاقة بالقضاء على الفساد وتركيز منظومة الدعم الرشيد والمساوات والشفافية اللي يقول السفاقص يقول الاقتصاد يقول الصناعة يقول الجدية في العمل يقول باختصار عاصمة الجنوب وبوابتها واليقول السفاقص للأسف يقول بنية تحتية هشة كوارث بيئية السياب وغيرهم المشاكل في هذه المدينة العزيزة على قلوب التوانسة الاتحاد الوطن الحر يتحرك ضمن رؤية نموذجية نجسدها من خلال مبادرة بروز وإقلاع 2015-2019 تتضمن عدد من المشاريع التي ستخفض من نسبة البطالة إلى حوالي 6% بفضل خلق 55 ألف موطن شغل منها 30 ألف لمشاريع استنبطها ويعد بإنجازها الاتحاد الوطن الحر بعد منحه ثقتكم يعتبر الاتحاد الوطن الحر إنجاز مشروع تبارورة من أوكد أولويات المدينة التسفيقص وسيمكن هذا المشروع من إنجاز مدينة جديدة مندمجة تتمحور حول مكونات سكنية وسياحية وبيئية كما يقترح الاتحاد الوطن الحر الإسرع في إنجاز مصفية نفر مليون طن بكلفة ألف مليون دينار وتوفير ألفين موطن شغل باختصار الاتحاد الوطن الحر لا نعيد بما لا نستطيع وإنما نفي بما نعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة